حزب الشعب يطالب بإجراءات ضد تنظيمات الإسلام السياسي رئيس الحزب الاشتراكي يكشف عن خطته للانتخابات البرلمانية الشرطات تفرض ثمانية آلاف ستمائة وعشرة حظر دخول واقتراب منذ بداية الفين واربعة وعشرين محكمة سالسبورغ تحكم على عشرة سوريين تشاجر بالسكاكين النمسا تتقدم بشكوى تتهم فيها منصة اكس بانتهاك الخصوصية دراسة تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة في مدن النمسا الكبرى مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم دعا حزب الشعب النمساوي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإسلام السياسي حيث اقترح تعزيز عمل أجهزة المخابرات وتجديد قوانين الجمعية والتجمعات وإعادة العمل بالحبس الاحتياطي المشروع كما يهدف الحزب إلى تحسين قانون الأحزاب لمواجهة الأحزاب المعادية للديمقراطية بشكل فعال وأعرب حزب الخضر عن استعداده لمناقشة توسيع صلاحية دائرة حماية الدولة والمخابرات لمراقبة الرسائل النصية ومن المقرر مناقشة هذه الاقتراحات في اجتماع المجلس الأمني الوطني بحضور ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية أعرب أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن تفاؤله بشأن إمكانية فوز حزبه بمكتب المستشار الفيدرالي في الانتخابات المقبلة خلال تقديم الحملة الدعائية الأولى لحزبه وتركز حملة بابلر على القضايا الأساسية مثل العمل والأطفال والنساء والمعاشات التقعودية تحت شعار التلاحم والتفاؤل وتجنب بابلر التعليق على مطالب حضر الإسلام السياسي مشيرا إلى ضرورة تحليل الوضع القانوني حيث أن الحملة الدعائية القادمة ستطلق في منتصف الشهر المقبل مظهرة بابلر مع عبارة من أجل النمسا الأفضل لك أعلن وزير الداخل النمساوي جيرهارد كارنر عن إصدار الشرطة 8610 حضر دخول واقتراب منذ بداية العام 2024 مع تراجع طفيف عن العام السابق وخلال تقديم تقرير حماية العنف لعام 2023 قال كارنر إن موضوع الحماية من العنف يتطلب اهتماما مستمرا رغم انخفاض حالات القتل إلى 15 حالة قتل لامرأة في هذا العام مقارنة بـ 24 في الفترة نفسها من العام السابق وأكد كارنر على أهمية تعزيز الإجراءات الحالية مثل توسيع الحضر والتدريب الإلزامي مشيدا بجهود وزيرة شؤون المرأة سوزانا راب في زيادة الميزانية من 10 ملايين إلى 33.6 مليون يورو حكمت محكمة سالسبورغ على عشرة شبان سوريين بالسجن مع وقف التنفيذ وتوجيه تهمة القتل العام لشخصين وذلك بعد شجار بالسكاكين في حديقة لينير واعتبرت القاضية أن هناك شبهة محاولة قتل ضد اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين وبعد 12 الساعة من المداولات أعلنت القاضية أنها غير مختصة بالقضية مما يحيلها إلى النيابة العامة لتشديد التهم إذ لزم الأمر وصدرت أحكام النهائية للثمانية الآخرين فتراوحوا بين 10 إلى 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهم تتعلق بالإصابات البدنية وأسفر الشجار الذي وقع في يناير عن ثلاث إصابات خطيرة وقد نفى معظم المتهمين تورطهم بالشجار قدمت مجموعة حقوقية في النمسا شكوى ضد منصة X متهمة إياها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات المستخدمين دون موافقتهم مما يشكل انتهاكا لقوانين الخصوصية الأوروبية وقدمت الشكوى التسع إلى سلطات في الاتحاد الأوروبي إلى تسع سلطات في الاتحاد الأوروبي تستهدف الضغط على هيئة حماية البيانات الإيرلندية الجهة المنظمة الرئيسية لعدد من شركات الإنترنت الأمريكية وفي وقت سابق سعت الهيئة الإيرلندية لإصدار أمر بتقييد استخدام X للبيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي حيث وافقت الشركة مؤخرا على تعليق هذا الاستخدام لكنها لم تستجب بعد لشكوى المجموعة النمساوية أظهر الدراسة حديثة لمؤسسة VVF أن أكبر 15 مدينة في النمسا تعاني من تغطية اسمنتية أعلى بنسبة 35% مما كان يعتقد سابقا مع مساحة تصل إلى حوالي 37 ألف هكتار وتصدرت مدينة سانت بولتن في النمسا السفلاء القائمة بمساحة تغطية تصل إلى 308 متر مربع لكل نسمة تليها مدينة بنيرشتات وفيلاخ فيما أشار سيمون بوريز من VVF إلى أن الصحراء الإسفلتية تزيد المخاطر الصحية داعيا إلى سياسات لحماية التربة وزيادة المساحات الخضراء وتشهد فينة أكبر تغطية سطحية إجمالية بنسبة 37% حيث تعتبر في المرتبة الخامسة عشر من حيث التغطية لكل نسمة ومع نهاية نشرتنا لهذا اليوم مشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة كنتم معكم أنا أدهم اللي جي في بالأوقات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر